خلايا الدم الحمر وهي خلايا صغيرة مقعرة الوجهين مقعرة الوجهين من الجانبين مقعرة من هذه الجهة ومن هذه الجهة في سطح الجانبي شوفها هذا الشكل شوف هذا سطح الجانبي وهي مقعرة الوجهين الخلية البالغة بالثديات تفقد نواته بينما باقي الفقريات موجود بها أنوية يعني كرة دم الحمراء بالفقريات الأخرى بها نوات أما بالثديات تفقد نواته شوف هاي مراحل تكون كرة دم الحمراء بها نوات هنا تفقد النوات مالتها إلا أن تكون داخلها صبغة تنفسية هي هيموغلوبين تحتوي على صبغات تنفسية هي الهيموغلوبين شوف هنا هاي صبغات تنفسية الموجود بكرة دم الحمراء تأخذ الأكسجين وتنطي ثاني أكسيد كاربون ها بين حوال الصلاة الرئوية ونفس الشيء من تروح هاي كرة دم الحمراء بالوعاء هاي الخلايا هم تنطي الأكسجين وتأخذ ثاني أكسيد كاربون يبلغ عددها خمسة وعشرين تريليون وستة مليون في المايكرو لتر أمرها أربعة أشهر أو تكون هاي قد قطعت برحلة أشكال سبعمية كيلومتر وهاي من تعبر خلايا الدم الحمراء خلايا الدم الحمر بالسمرار خلايا الشعارات الدموية تكون أحيان ضيقة جدا يعني شعار الدموية تكون ضيقة جدا لدرجة أن خلايا الدم الحمراء تنضغط لكي تمر خلاله وفي نهاية عمرها تتكسر إلى أجزاء وتبتلع من قبل خلايا البلعمية شوفوا هاي الخلايا البلعمية هي كرة دم حمراء كرة دم بيضاء تحول إلى خلية بلعمية متوح للأنسجة حتى تلتهم شوف هاي الخلايا البلعمية هي كرة دم حمر المسنة لح تسحبها شوف تسحبها إلى داخل داخل هي بعد بيها أجزاء محالة حتى هنا أبقى لح هاي أقدام كاذبة أبقى بقى هاي هنا شون لح تلتهمها قلها البلعمية وسأتقال الحمراء المسنة حتى دم حمراء المسنة حتى دم حمراء كرة دم حمراء كرة دم حمراء كرة دم حامية خلايا الدم الحمور يكون عددها في الذكور أكثر مما في الإناث وأن عددها يزداد لدى الأشخاص الذين يقضون المرتفعات نعرف أن الذكور أكثر من الإناث بكل حتى العظام تكون أقوى بسبب هرمونات الذكرية وهنا الأشخاص يقضون المرتفعات المرتفعات تكون بسبب نقص الأوكسجين يعني قلة الأوكسجين وثقل الأوكسجين فيكون بالمرتفعات كمية قليلة من الأوكسجين فيعوض الجسم بزيادة عدد دم الحمراء حتى يوصل للخلايا الكمية مالة الأوكسجين لريض